ميشيل حيك انتظروا حركة انقلابية بدولة عربية ومفاجآت تصدم الجميع اهلا بحضراتكم عائل في قناة الابيض وحلقة جديدة من حلقات توقعات ميشيل حيك لعام 2023 وحنتكلم نهاردة عن مجموعة خطيرة من توقعاته العربية والعالمية بفكرك الاول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم ولو انت جديد معنا شربنا دلوقتي بالاشتراك بالقناة وما تنسيش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول ميشيل حيك بتوقع تغييرات بقلب المعادلة اللبنانية بترمم نوال الزغبي شهرتها وبترجع لجمهورها بس بتمن غالي بصورة مفاجأة بتعل الموجة بين الضحية ومعراب وبيقوى الإرسال وبس مباشر لأيام بيحاول محمد شقير يتسلل من بين الألغام وجيش لبنان وجيش حزب الله رح يجتمعه الصدفة بالمنيح بالقوة طرى نقشة رح يجتمع ضحايا الحريري رح يكونوا كتار من بعد ما كانوا هو بمطرح ضحية خرق وأكتر من خرق بيعملوا سعد الحريري خرق وأكتر من خرق بيعملوا سعد الحريري على الساحة اللبنانية رغم بعضه واعتزاله البطريارك الراعي ما رح يكون على الحياة باسم غنية بيزيد على نجوم شهرته نجمة مطار رفيق الحريري بالاسم آمن كشف مخططات لضرب ازدهار المطار بسلاح الفضايح والشائعات على أنواعها أضواء ساطعة على نانسي عجرم بعضها بيعكس الأمعان ونجاح وبعضها بيعكس مطبات مختلفة ملح مرياشي بخطط وخطط وبينطر ساعة الصفر سنة حافلة ومتنوعة بأفق شيخ عقل طائفة المواحدين الدروز سامي أبو المنا بعد اللي تركوا الطيار وعملوا بالروحة ضجة رجعين وبالرجعة رح يعملوا ضجة كمان حسام حرب مستشار تيمور جنبلات بمواجهتين واحدة منهم بغاية الدقة شايف إسرائيل بلبنان عم بتخطط لتفجير أكتر من معلم لفتعال حوادث ضخمة بتخض الاستقرار بالداخل ومن الداخل توسيع رقعة التجسس وتوريط أسماء لبنانية معروفة حركة انقلابية داخل حزب لبناني وكل اللي صار وعم بيصير بالبلد بكفي واللي رح يحصل بالقضاء اللبناني من راس الهرم لأسفل القاعدة مروراً بالمحاكم ومن فيها بكفي تاني اللي رح ينحكي بين رئيس بري وثمين الجعجع ما رح يبقى خطة سرية هبا قواس بتأثر وما بيهم بتتأثر نمازج أرم لبنانية بمجال اقتصاد صناعي إعلامي فني إلى العلا الرئيس بري ما رح ينطر حدا والكل نطرينا الباقي من عمر المجلس النيابي والرئيس بري رح يلعبه صولد وأكبر ملحم زين راسيد ما بيعرف الجمود ووحدة من مواجهاته كمان بتعرف حدود غيب شخصية معروفة بيشكل خسارة قواتية صوته صدى جوج والسوف بيكون بالذاكرة بلبنان وسوريا ومصر وأبعد كمان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ملف رح يرجع ويتحرك من جديد بقضية بتنفجر وبتتفجر مريم فارس والعد العكسي لبداية انتفاضة وعباس إبراهيم لو تقاعد من يشايفه قاعد ملفات بالإتين مش بإيد والمهمات المستعصية بدال الواحدة اتنين وصار لازم لو بدال المرافق اتنين رح تثبت براءة جبران باسيل بأكتر من تهمة وملف رح يترجم جبران باسيل بمحطات كتيرة شعار مكملين بمرة بتقهب على أعلى الدرجات لعناصر حماية أمن باسيل من جديد بينال جبران باسيل مراكز وبيحصد ألقاب وبتتقدم للفنانة الليسة عروض بتولد صدى إعلامي بيترفقه مع تشويش شوي بالأفو فتح ملفات زي تصلها بعمر حرفوش بهدف الحد بين حركته التوسعية المصيرة القاء عون أخيرا رح يقول كلمته بعد الصمت كلام حتى آخر لحظة بيبقى جوزيف عون رقم صعب بالمعادلة بيكبر الرئيس عون وبيكبر تأثيره بكل محطة أكتر من اللي قبلها على مناصره والكفوري بموازات نجاح وازدهاره الكبير وأعماله موجة سلبية عم تتكشف فوقه وعطول رح يحاول يطارده ما بنعرف نحس أو حسد سليمان فرنجية رح يرفض قرار غيره عنه ما رح يخلي سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية تمر من حده مرور الكرام ما رح يبقى اللغز مخبي بصفرة من صفرات سليمان فرنجية بلعب الوزير بس مولوي دور ضابط إيقاع بأوركستر لبنان وما بيخاف من الخطر رغم وجوده فارس كرم من نجاح لنجاح وعطريقة ما بتفرق عنده مين غالب ومين مغلوب بيبلش وليد جنبلات بالجردة تيخلص بتصفية الحساب يتبين بوضوح أنه كتلة اللقاء الديمقراطي رح تكون بحاجة لأنواع من الحماية بيفجر وليد جنبلات قضية ورح يزبط يمور جنبلات قدرته على إطفاء أنواع كبيرة من الحرائق وإحدى التسويات رح يترك علي علي أديك بين صوت مميز وموقف عالي مفاجآت بتعمل ضجة فنية وحدها شي تاني رح يستخدم الرئيس مي قاتي علم النفس وأسراره بكل معاركه الحكومية والسياسية بختم توقعاتي قبل ما وصل لورقة حزب الله وبقول إذا مش بكرة اللي بعده أكيد بتنحصر العاصفة بدوب التلج تصفى السماء وربيع السنة في لبنان آتي حزب الله الاستراتيجية الدفاعية رح تتكتب حالا بحالا والأمور رح تتغير سلاح حزب الله باسم جديد وقالية استعمال مختلفة إصابة لكل الإصابات بتطيح بعموت فقري أساسي بحزب الله مجمع سيد الشهداء هالمرة ما رح يساعد حدث الكبير كلمتين جداد قبل اسم السيد حسن نصر الله تيكون أكتر من أمين عام حزب الله وفي إصفى أهداف وحرزاني بقدم حزب الله جناح من جناحه لحل معضلة لبنانية محاولات جريئة لجوات حسن نصر الله حزب الله بيخرق التكاتف الدولي ضده وبيدفع تمن غالي دخان غير أبيض بمنطقة محسوبة على الحزب سلاح حزبي بيخربت مصار طيارة عدوه وبتنقل بالأدوار هالمرة تيكون الحزب هو اللي عم بيهدد مش إسرائيل قدرات الحزب هي اللي رح تكشف إلى جانب القوى الأمنية مخطط لعملية تفجير أطخم من ضخمة ما رح يغطي الحزب بحرمات وفساد لخصومها ولا اللي بيخصه أو بيخص غيره بيتلقى الحزب غدر الأحد ما إيماته يمكن الدينية ما بعرف بتتجرق جهة وبتطاول على خسرة الحزب السياسية بطريقة ملفتة بيظهرها الحزب وبيظهر فريق الرياضي وبيظهره للعلن ما رح تبقى زياراتي الشخصية الأجنبية للسيد سرية وأحدى الزيارات بتكون هي القصة بالصور الإعلامي أو محل سياسي مؤيد لحزب الله بيتعرض وببلبل إسر موقف وإطلالة تبادل رسائل غير أمنية بين السيد حسن وجهات كبرى لبنانية بننام على السيد حسن ما بنعرف وين هو وبنوعى على السيد حسن فوق الأرض وبين الشعب وبين الناس وطبعا الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لناية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات ميشيل حيك العربية والعالمية بشكركم جدا على حسن المتابعة فتنسوا اشتاملوا اللايك والاشتراك بالقناة فنستنى تعليقاتكم وقراءكم ودومتم بكل الخير والحب والسعيد ترجمة نانسي قنقر